ليز تشيني الجمهورية في مجلس النواب لم يعجبها سلوك ترامب فوقفت له ندا من داخل حزبه صوتت لعزله بعد اقتحام الكونغرس في السادس من يناير ثم شاركت كنائبة رئيس للجنة التي حققت في أحداثي وتبعات ذلك اليوم ترامب لم ينتظر طويلا للرد على تشيني فدعم منافستها الجمهورية في ولايتها ويومين كما فعل مع آخرين يواجهون خصومه داخل الحزب انتخابات ويومين أظهرت للشعب الأمريكي كيف أن الرئيس ترامب أنهى سلالة حكم تشيني وبوش وكلينتون فقد انتهى زمانهم ولم يعود مؤثرين في السياسة الأمريكية وهو أمر أكبر من ترامب وبرأيه يتعلق بالتخلص من سلطة المؤسسات التقليدية في الطبقة السياسية وإعادة الحكم للشعب بصمات ترامب تظهر في كل السباقات التمهيدية للانتخابات النصفية يقول مراقبون وذلك أمر لا يعجب كل الجمهوريين خشية من تبعات ذلك على حزبهم في ظل التحقيق في أحداث الكونغرس وحيازة ترامب مجتندات سرية لا غرابة في أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لا يقول الكثير الآن عن ترامب وتحقيق الـ FBI لأنه لا يريد مزيدا من الاهتمام به حتى نوفمبر المقبل ليز تشيني التي بدت كأشهر المتضررين من معارضة ترامب لم تنفي عزمها السعي للظفر ببطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت إنه أمر تفكر فيه وستتخذ قرارا بشأنه خلال الأشهر المقبلة ترهن في ذلك على من لا تعجبهم سياسات ترامب وإن أظهرت استطلاعات الرأي أن 70% من الجمهوريين يؤيدونه في حال ترشحه عام 2024 ليز تشيني واحدة من عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب صوتوا لعزل ترامب بعد أحداث الكونغرس فهز اثنان منهم فقط بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية نتيجة تعبر عن حجم تأثير دونالد ترامب على توجهات الناخبين حتى وإن كان خارج البيت الأبيض أنس الصبار سكاي نيوز عربية واشنطن